اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربعة اثنين يعني المباراة خاصة ايستينا اريك الحارس ايستينا شماكو ابجين بوستيكوف نعم بوستيكوف ايفان ايفان ماريان ماريان هذا المهاجم لي اضع الهدف امام وين انقذ المرمات بيروت بيروت الحارس ايكامار شماكو داني دي الويت فادريك المسجل الهدف وسامة ادريسي المباراة مشات في اتجاه واحد خاصة شماكو سلوت المدر ايكامار ايكامار حسب الموقع حسب المنافس حسب امام رومان رومان المدر ايستينا خاصة في الشوطة الثاني نشوف انتفاضة عن الفريق الضيف الفريق صاحب الارض والجمهور لكن اهداف من الخامار من قلوب اللي عنده اسم في اوروبا المباراة وكانت في بعض الاحيان وانا التحرك في الشوطة الثانية لكن اهد الخامار اعرف كيف يحافظ على النتيجة يلعب بارتياحية يحاجم يهاجم يحاجم يلعب الوراء يلعب الوراء التحكم في الخورة التحكم في الاستحواد وانا نسبة الاستحواد كانت الاكثر الاحيان خاصة في الشوطة الثاني خاصة بعد تسجيل هدفين في ظرف خمس دقائق في الشوطة الثاني فريق وشنة اسامة الادريسي اللي سجل في الشوطة الثاني يعني نقولوا بلي بعد تسجيل هدفين شنة لعب ارتياح كبير من جانب اللعابين تحكم في الكامار شنة كباش إرستينا اللي شنة هم لعبين ويجروا وراء الكورة يجروا وراء تسجيل ولا هدف باش يسجلوا لكن كل الخطورة تحكم كانت تكمل بسهولة في الدفاع تحكم في الكامار صحيتو فاني في المباراة كانت مباراة قوية فيها شنة اربع اهداف شنة اربع اهداف شنة الدقيقة الخمس وسبعين شنة كباش الهدف السبع وسبعين بوب بوب دي ليسجل كذلك يعني كانت المباراة كانت بالنسبة نقولوا بالنسبة للكامار كانت مباراة سهلة جدا امام 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 فريق اشتانة اللي نقولوا باللي فريق نقولوا مغمور فريق غير معروف ما عندوش تاريخ في الدول الاوروبي ما عندوش تاريخ في اوروبا شنة كباش اليوم الكامار اللي عرب كيفاش يسيطر عرب كيفاش يسجل عرب كيفاش يحافظ على الشباك تابعه في الدفاع في وسط الميدان في الهجوب يعني نقولوا باللي المباراة هذي مباراة كانت الكامار مئة بالمئة شنة اهداف شنة كثير من الهداف خمس اهداف ولا ست اهداف ولا يعني مايش من السهل باش تفوز خارج الميدان تاعك خمس اهداف لا ست اهداف ولا سبعة يعني هذا هو الدور الاوروبي دور المفاجآت دور اللي نقولوا باللي دائما ونشوفوا مفاجآت ونشوفوا فرق مغمورة فرق جديدة فرق قديمة فريق ناديق ناديع عريق كما نقولوا احنا عادية وصحيتهم شكرا